فيجب أن نحدد المسؤولية سيدة عرعار مرأيك أولا التحقيق الابتدائي كان منتظر توقيف بعض الأشخاص ربما هم المؤطرين على الرحلة مبدئيا نظن بما أنه سبعة أشخاص أظن خمسة مؤطرين في الرحلتين يعني ليس رحلة واحدة وتعليق الرحلات كيف تنظر إلى هذه الإجراءات السريعة هل ستساهم في تهديئة الرأي العام أم أنها مثل ما قال سيد بشير عمري يجب أن يتم تقديمها على أساس أنها إجراءة ضرفية مؤقتة شكرا سيقادا وشكرا على الدعوة نترحم على الأطفال وعلى الضحايا ونسأل الله الصبر للأهالي التحهم لأنه هم اللي رأم منظرين أكثر كما الشعب الجزائري كله مصدوم أمام هذا الحادثة المؤسفة للأسف أنا نظن بأن الحادثة رفعت وفتحت ملف كبير في الجزائر وهو جزء من منظومة مهمة ليس لازم نغفلها وهي منظومة حماية حقوق الأطفال في الجزائر والتسلية والرحلات والسفر وحركية الأطفال حق من الحقوق المكرسة في الدستور والقانون ليس لازم نغفل عليها الإجراءات الاحترازية لابد منها القانون أنه يمشي في طريقه ويأخذ مجرى لابد منه فتح التحقيق على القضية تحميل المسؤولية لمن نظم الرحلات إلى آخره ولكن هذا ما يكفيش في معالجة الواقع يعني الواقع رحل شيء آخر اليوم يعني هذا الموضوع التسلية والخراجات وهو جزء مهم في الآليات حماية الأطفال يعني اليوم خلاص فصل الدراسة خلاص نهاية السنة الدراسية خلاصة أطول عطلة بالنسبة لأولادنا هذه الوقت أكثر من ثلث شهور يعني يعطلوا وين يروحهم يروحوا للبدائل الثقافية والبدائل الترفيهية والبدائل الرياضية إلى آخره هل اليوم هذه البدائل منظمة بالمقاييس المعمول بها عالميا ودوليا هل تتماشى وتطلعات أطفالنا إلى آخره اليوم تنظيم الرحلات ما عندهاش قوانين القانون الوحيد لموجود هو مقانون المخيمات الصيفية لتأتي على عاتق وزارة الشباب في تنظيمها وتكوين الكوادر تحى إلى آخره اليوم لما نشوف بلغة الأرقام هذا النشاط كيف شرعها من الضم فيه كثير من الهفوات فيه كثير من النقائص 13 ألف مربي شباب بالنسبة لـ 14 مليون قفل أقل من 18 سنة رقم بصير ضئيل جدا لهذا اليوم الضعف في التأطير يأتي على عاتق الجميع لماذا هذا الضعف هذا في التأطير بالمقابل شوف مؤسسات اللي تستوعب على غرار المدارس المدارس هي بينها تغلق الأبواب بتاعها ولكن المؤسسات اللي تستوعب هذا العدد أي أكثر من 10 ألف مؤسسات على مستوى تاني كيف شرعها هي كيف شرعها تكون هذه الكوادر كيف شرعها يتبعوا البرامج تاحهم كيف شرعها يتندير البرامج تاح الرحلات بعيدا على المواسم تاح الصيف ولا الربيع إلى آخره هذه كلها إلى اليوم تطرح نفسها في السياسات العمومية فليهذا اليوم لابد من أننا نفتح ملفات نستغل هذه المأسات ونفتح الملفات ونفتح الحوار نفتح الحوار والنقاش مع الساعلين صحيح سنتعي لهذا سيد عرعار لأنه الاتجاه واحد وبدون السماع الآخرين أيضا جزء من المشكلة من الأزمة اشتركوا في القناة